الرئيس السيسي يوجه بمواصلات العمل على تصوير منظومة إنتاج الأسمدة محليا بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة رئيس الوزراء يؤكد استمرار الحكومة في تخفيف أحمال الكهرباء حتى منتصف الأسبوع المقبل كييف تتهم موسكو بتعامل استهداف مواقع تصديل الحبوب الأوكرانية وألمانيا تدعو لإيجاد طرق بديلة أستدسة مسائم بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت جرينتش نشاتهم إخبارية ومفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً بكم أكد الرئيس عبد الفتح السيسي أن الدولة تعمل بدأب على بناء قاعدة صناعية حقيقية ومتطورة في مختلف المجالات الصناعية لا سيما ذات الصلة بالأمن الغذائي والقطاعات الحيوية في ضوء تنامي التحديات الدولية في هذا الشأن كذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وفدن يضم رئيسي الشركتي وهوان للهندسة الصينية وباليسترا الإيطالية العملتين في مجال الأسمدة استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي وفدن يضم رئيسي شركتي وهوان للهندسة الصينية وباليسترا الإيطالية العملتين في مجال الأسمدة وكبار المسؤولين بالشركتين وذلك بحضور الفريق أحمد الشزلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عامي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية واللواء الدكتور إيهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيمويات الوسيطة والمهندس وليد لطفي رئيس مجلس إدارة شركة بيترو جيت صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول استرادة تعاون الجاري مع الشراكة الأجنبية العريقة المتمثلة في الشركتين الصينية والإيطالية للبدء الفوري في إنشاء المجمع الصناعي الثالث لإنتاج الأسمدة في العين السخنة الذي يأتي استكمالا لنجاح إنشاء وتشغيل المجمعين الصناعيين للأسمدة الفوسفاتية والمركبة والأسمدة الأزوتية بالعين السخنة ذكر المتحدث الرسمي أن السيدة الرئيس أشاد خلال اللقاء بالتعاون الجاري مع الشركتين في ضوء علاقات الصادقة المتميزة لمصر مع كل من الصين وإيطاليا موجها بمعصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي كونها من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي أوضح السيد الرئيس أن الدولة تعمل بدأب على بناء قاعدة صناعية حقيقية ومتطورة في مختلف المجالات الصناعية لا سيما ذات الصلة بالأمن الغذائي والقطاعات الحيوية في ضوء تنامي التحديات الدولية في هذا الشأن وشدد السيد الرئيس كذلك على موصلة جهود توطين الصناعة وتعميق تصنيع المحلي في مصر لا سيما من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرة بالاستفادة من القدرات الإنتاجية والتجرالية المتقدمة لدى كبرى الشركات الأجنبية على مستوى العلم أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تم البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي تشهدها البلاد حاليا وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة وهو منعكس أيضا على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به وأوضح مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسبوعي بمدينة العالمين الجديدة الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب حتى منتصف الأسبوع المقبل لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز وأكد مدبولي أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة أحدث ذأثيرات كبيرة على عدد من الدول المختلفة مشين الأهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات المختلفة التي من شأنها أن تصهم في ترشيد الاستهلاك من الكهرباء بوجه عام وفي الوقت نفسه أكد رئيس الوزراء استمرار الجهود الحكومة لاستكمال تنفيذ برنامج الطرحات الحكومية الذي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وشهد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدولي في مدينة العالمين الجديدة استراد النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختمي المبدئي لموازنة العام المالي المنتهي 2022-2023 وأوضح مجلس الوزراء أن النتائج المبدئية للحساب الختمي لموازنة العام المالي الماضي تظهر تحقيق معدل النمو حقيقي بواقع 4.2% كما توضح تحقيق قفائد أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك على الرغم من توفير جميع احتياجات الموازنة موضحا في هذا الصدد أن وزارة المالية وفرت كل احتياجات قطاع الصحة والتعليم وأضاف مجلس الوزراء أنه تم انتهاج مصار متوازن في إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية بحيث يتم تلبية كل احتياجات الأجهزة سواء في قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين أو التوسع في الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية هذا وشهد رئيس الوزراء مصطفى مدولي بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة مع رسم توقيع بلوتكول تعاون بشان إصدار ترخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الحرة والاستثمارية وقد رئيس الوزراء عقب التوقيع استمرار الحكومة في اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات والإجراءات التي من شأنها أن تصهم في تهيئة مناخ الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين في مختلف القطاعات إلى جانب العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات وما يتعلق بتبسيط مختلف الإجراءات تذليلا للعقبات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين بواجه عام والمستثمرين في القطاع الصناعي بواجه خاص نفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما يتم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي من منشور منسوب للجريدة الرسمية يزعم صدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لكافة العاملين بمختلف قطاعات الدولة وأوضح المركز الإعلامي أن المنشور المتداول مزايف ولا أساس له من الصحة وغير الصادر عن أي تجاهة رسمية مشددة على أن كافة العلوات والمنح الاستثنائية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمي الحكومية وأهب المركز الإعلامي بالمواطنين عدم الانصياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استسقاء المعلومات من مصادرها الرسمية نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية احتفالية لنزلاء مركز الإصلاح والتأهيل بمناسبة العام الهجري الجديد بمركز الإصلاح والتأهيل في العاشر من رمضان وإذلك تطبيقاً للسياسة الحديثة للوزارة والتي يعد إحياء المناسبات الدينية أبرز محاورها تحرص وزارة الداخلية على إحياء المناسبات الدينية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تطبيقاً للمفهوم الإنساني في السياسة العقابية الحديثة حيث نظم قطاع الحماية المجتمعية احتفالية بمناسبة العام الهجري الجديد بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان شهدت الاحتفالية ندوات دينية بحضور عدد من شيوخ الأزهر للحديث حول دروس الهجرة النبوية ونتائجها والاستفادة منها وهو ما يرصخ لدى النزلاء قيماً دينية أساسها الاعتدال حيث تقام الندوات الدينية بصورة منتظمة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل معنى الصلاة من الله على النبي رحمته به ورحماته التي تتنزل عليه ورحماته التي تفيض من خلال حضرته صلى الله عليه وسلم وهو الذي تستغفر له الملائكة وهو المغفور له كل شيء فقاله لا تحزن إن الله معنا ليه قاله إن الله معنا؟ قال لك لأن الله لا تدركه الأبصار ومن كان في معية الله فهو أيضاً لا تدركه الأبصار نحن نشكر وزارة الداخلية نشكر قطاع الحماية المجتمعية على هذا الدور ونقولهم استمروا في بناء الإنسان لحياة أفضل وترفع هذه الندوات الدينية الوعي الديني والثقافي لدى النزلاء فهي فرصة لفتح باب الاستفسار والنقاش أمامهم لمعرفة أمور دينهم ودنياهم حتى يعودوا إلى مجتمعهم محصنين لبداية حياة جديدة نسأل الشيوخ في تعليمات الدينية لنا في الصلاة، في القرآن تعلمنا حاجات ياما من الشيوخ لما جينا هنا مركز التهقيل شفنا حاجات مختلفة عنه اللي كنا بنشوفها يعني نظام تمام، نوم في مواعيد الواحد برضو تعلم أشياء كتيرة بصراحة يعني هنا مهتمين بالجانب الديني والثقافي والتعليم وأنهم يطلعون أن نحن نكون في أحسن حال سواء مهنية أو تعليم أن نحن تعلمنا كويس وخدنا شهادات تضمنت الاحتفالية استعراض لمواهب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في الإنشاد الديني حيث يحرص قطاع الحماة المجتمعية على إسقال مهارات النزلاء الفنية من خلال برامج متطورة يشرف عليها خبراء ومختصون وشهدت تفاعلاً كبيراً من الحضور موسيقى والجميل أنهم بيعرضوا أو بيطلعون لنا في سوق جديد وجميل ومميز وهو رعاية مواهب هؤلاء ونحن بقاعدين مستمتعين بيه اللي بيطلقوا القرآن الكريم الكرة اللي كان بيغني المطربين اللي منهم أصحاب المواهب والأصوات الطيبة وهم حاسين بآدميتهم أنت بتحترم آدميتهم رغب وقوعهم في بعض الأخطاء بشكر كتاع الحماية المجتمعية اللي تملك تهتمي بينا وبتخلينا نطبع المواهب بتاعتنا اللي عندنا احياء المناسبات الدينية في مراكز الإصلاح والتأهيل وجه من أوجه الرعاية الاجتماعية التي تقدم لنزلاء ضمن منظومة متكاملة من الإصلاح والتأهيل المطبقة داخلها ندوات دينية وثقافية وحفالات طرفهية تقام لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بصورة منتظمة تصهم في الارتقاء بقدراتهم الثقافية والفكرية إضافة إلى أنها فرصة لعرض مواهب النزلاء التي يتم إسقالها داخل هذه المراكز من مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان عبدالله بركات التلفزيون المصري استخدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي سلطاته الدستورية ويزدر قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية أعربت مصر وعن خلص تعازيها لجمهورية الجزائر حكومة وشعبا إثر الحادث المروري المأسوي الذي شهدته ولاية التمنسات والذي أصفر عن سقوط عشرات الضخايا والمصابين كم أعربت وزارة الخارجية عن تمنيتها بالشفاء العاجل للمصابين وكانت الوزارة تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب دولة الجزائر الشقيقة في هذا المصاب الأليم وكان قد لقي ما لا يقل عن أربعة وثلاثين شخصا مصرعهم وأصيب إثنى عشر آخرون في حدث استضام بين حافلة نقل ركاب والشاحنة صغيرة جنوب جزائر وأفادت الحماية المدنية الجزائرية بأن عمليات انتشال الضحايا ونقلهم تتوصل وفي العام الماضي سجلت البلاد حوالي ثلاثة وعشرين ألف حادث مروري كتل خلالها أكثر من ثلاثة ألاف وأربعمائة وأصيب أكثر من ثلاثين ألف بحسب الهيئة الوطنية للسلامة بالجزائر اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا وحضرت توازرات الخارجية الفلسطينية من مخاطر استهداف سلطات الاحتلال المتصاعد للمسجد الأقصى المبارك وتدعياته على أمن واستقرار المنطقة مطالبة للمجتمع الدولي والمنظمات الأممية بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية الدولية للقدس ومقدساتها وكذلك بالضغط الدولي الحقيقي لكف يد الاحتلال عن المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك أفادت المنظمة الدولية للهجرة تابع للأمم المتحدة أن نحو ربع مليون سوداني قد نزحوا خلال الأسبوع الماضي فقط بسبب استمرار المعارك في السودان وأكدت المنظمة أن عدد النازحين السودانيين قد تخطى ثلاثة ملايين داخل البلاد وخارجها موضحا أن أكثر من مليونين وستمائة ألف قد نزحوا داخل البلاد وأكثر من سبعمائة وسبعة وخمسين ألف أخرين قد فروا عبر الحدود إلى الدول المجاورة وأكدت المنظمة الأممية أن نصف سكان السودان باتوا في حاجة إلى مساعدة إنسانية إن طلقت في مدينة جدة بمملكة العربية السعودية اليوم أعمال اللقاء التشاورية الثمن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج والقمة الأولى الخليجية مع دول أسيا الوسطى وتبحث القمة قضايا التعاون في عدد من المجالات إضافة إلى قضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضايا الفلسطينية والتضامن الإسلامي ومواجهة التطرف والإرهاب والإسلاموفوبيا ومن المتوقع أن تقر قمة جدة الخليجية الأسيوية اليوم خطة العمل المشترك 2023-2027 التي تشمل الحوار السياسي والأمني والتعاون الاقتصادي والاستثماري ترجمة نانسي قنقر وإلى ملف الأزمة الروسية الأوكرانية وجه الرئيس الأوكراني فولاديمير زلينسكي بتعزيز أمن البنية التحتية للموانئ بعد تعرض منطقتين أوديسا وزوتمير لضربات روسية وأكد زلينسكي أن قوات الروسية استهدفت عمدا الأبنية أو البنية التحتية المستخدمة لدعم مبادرة حبوب البحر الأسود ودمرت ضربات روسية منشآت في مدينة أوديسا الساحلية بعد انسحاب موسكو من اتفاق لتسهيل الشحن الآمن للحبوب في أوكرانيا أكد وزير الزراع الأوكراني ميكولا سوليسكي تضرر جزء كبير من البنية التحتية لتصدير الحبوب في ميناء تشورنومورسك بمنطقة أوديسا جراء الهجوم الروسي وأضاف أن الهجوم دمر أيضا 60 ألف طن من الحبوب في الميناء هذا وتواصل روسيا قصفها الصاروخي لمنطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا لليوم الثاني على التوالي تصعيد عسكري روسي في العمليات العسكرية بالأراضي الأوكرانية خاصة منذ تعليق اتفاق تصدير الحبوب بالبحر الأسود فلليلة الثانية على التوالي واصلت روسيا قصفها الصاروخي لمنطقة أوديسا جنوبية أوكرانيا القوات الأوكرانية أعلنت أنها رصدت إطلاق صواريخ كاليبر من البحر الأسود طالبة من السكان ملازمة الملاجئ كما تم إطلاق صفارات الإنذار في أكثر من 12 منطقة في جميع أنحاء أوكرانيا وتضم أوديسا وضواحيها أبرز ثلاثة موانئ يمكن لأوكرانيا من خلالها في إطار مبادرة الحبوب في البحر الأسود تصدير منتجاتها الزراعية على الرغم من الحرب والحصار الذي تفرضه روسيا وحذرت روسيا أوكرانيا من مساعيها لمواصلة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مشيرة إلى أنه لم يعد هناك ضمانات أمنية بعد انتهاء العمل باتفاق كان يتيح نقلها رغم الحرب وفي العاصمة أعلنت الإدارة العسكرية لكييف أن نظم الدفاع الجوي الأوكرانية صدت هجوما عسكريا روسيا على العاصمة الأوكرانية وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 13 من أصل 16 صاروخا من طراز كاليبر و23 من أصل 32 طائرة مسيرة وصاروخ كروز موجها تصعيد روسي على كافة الجبهات الأوكرانية خاصة بعد استهداف جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بروسيا هذا التصعيد ينذر بإطالة أمد الصراع الذي لا تبدو له نهاية في الأفق قالت الخارجية الفرنسية أن روسيا تعرض من جديد الأمن الجذائي العالمي للمخاطر على نحو غير مسؤول بعد استهدافها لميناء أوديسا الأوكرانية من جانبها اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنينينا بيربوك أن القصف الروسي على مدينة أوديسا يصيب أفقر الأشخاص في العالم وأكدت الخارجية الألمانية دعم أوكرانيا في إيجاد طلق نقل بديلة لطريق البحر الأسود لمواصلة عملية تصدير الحبوب متهمة الرئيسة الروسية فيلاديمير بوتين بعرقلة عملية تصدير الحبوب الأوكرانية للدول العالم الفقيرة هذا وقالت روسيا أنه إذا لم تنفذ الأمم المتحدة بنود مذكرة متعلقة بالصادرات الزراعية الروسية في غضون ثلاثة أشهر فإن موسكو لن تستأنف المحادثات حول الاتفاق الذي يسمح بتصدير المنتجات الأوكرانية عبر البحر الأسود وصرحت ماريا زخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية بأن الأمم المتحدة ما يزال أمامها ثلاثة أشهر لتحقيق نتائج ملموسة حتى تم استئناف المحادثات بشأن صدرت الحبوب على نطاق واسع شنت وزارة الدفاع الروسية ضربة مكثفة لمواقع الصناعة العسكرية والبنية التحتية للوقود ومخازن الذخيرة للجاش الأوكراني في منطقة أودسا وعلنت الدفاع الروسية تصفية نحو خمسين عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة الماضية وتدمير عدد من المعدات العسكرية الأوكرانية على محور خرصون مؤكدة أن القوات الروسية تواصل التقدم على محور كوبينسيك والسيطرة على محطة مولتشنوف لسكك الحديد الوقع في مقاطعة خرقوف من جهته أعلن الجيش الأوكراني أنه شن عملية ناجحة في شبه جزيرة القرم دون أن يحدد طبيعة تلك العملية ويأتي هذا الإعلان عقب النشوب حريق كبير في منطقة تدريب عسكرية في قاعدة كيروفسكي بشبه جزيرة القرم وقال حاكم شبه جزيرة أن الحريقة أدى لإغلاق طرق وإجلاء نحو ألفين شخص من محيط القاعدة هذا ولم تعلن السلطات الروسية عن أسباب الحريق وما إذا كان مرتبطا بالعملية التي أعلنت عنها أوكرانيا أم لا أفادت وكالة رويترز بأن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية روسيا الخاصة يفجيني بريكوجين أعلن عدم مشاركة قواته في العملية العسكرية بأوكرانيا بعد الآن جاء ذلك في فيديو نشرته رويترز خلال ترخيب بوركوجين بعدد من مقاتل فاغنر فور وصولهم بلاروسيا وطلب بعد ذلك من رجاله التعامل بشكل طيب مع السكان المحليين وأمرهم بتدريب جيش بلاروسيا أخبار السادسة لا تزال مستمرة مع حضرتكم ونتابع فيها البنك الدولي يحذر من تزايد الفوارق بين الدول الغنية والفقيرة اشتركوا في القناة حذر رئيس البنك الدولي جاي فانجا من الشرخ المتزايد بين دول الغنية والفقيرة يهدد بتعميق الفقر في العالم النامي جاء ذلك خلال اجتماع الوزراء المال وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين في الهند تحذيرات من تزايد وتفاقم الفقر في العالم النامي جراء الشرخ المتزايد بين الدول الغنية والفقيرة أطلقها رئيس البنك الدولي أجاي بانجا خلال اجتماع الوزراء المال وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين تستضيفه الهند فالعديد من الدول ما زالت تسعى إلى التعافي من تبعات أزمتين متتاليتين هما جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع حاد في أسعار الوقود والمواد الأساسية في العالم وإضافة إلى ذلك يتسبب التغير المناخي بتبعات مؤلمة على الدول الفقيرة الأقل قدرة على التأقلم معه وضع دفع رئيس البنك الدولي للآراب عن خشيته من أن عدم تحقيق تقدم في هذا المجال يهدد من قسام حاد في الاقتصاد العالمي على حساب الدول الأكثر فقرة رئيس البنك الدولي أشار إلى أن دول الجنود تشعر بقلق عميق من إعادة توجيه الوسائل التي وعدت بها إلى إعمار أوكرانيا مشيرا إلى أنها تشعر بأن تطلعاتها محدودة لأن قواعد الطاقة لا تطبق عالميا وهي قلقة من أن جيلا آخر سيقع في براث الفقر فلتعزيز النمو وخلق الوظائف أكد بنكا أن البنك الدولي يعمل على تعزيز قدراته بما يشمل جمع رأس مال متنوع من المساهمين لتعزيز النمو وخلق الوظائف مشددا على ضرورة أن لا يأتي التوسع الاقتصادي على حساب البيئة تلك الموضوعات هيمنت بقوة على مباحثات مجموعة الأشرين التي ركزت أيضا على إصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف وتنظيم العملات المشفرة والحاجة إلى تسهيل وصول أفقر البلدان إلى التمويل الهادف للتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيه معه وشكلت إعادة هيكلة ديون الدول الأكثر فقرا محورا أساسيا في اهتمامات مجموعة الأشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم لكن المسؤولين أكدوا عدم تحقيق تقدم في هذا المجال أكد وزير زراعة البولندي روبرت يولوس على أن الدول المجاورة لأوكرانيا حثت للتحاضر الروبي على تمديد حظر استيراد الحبوب المقرر أن ينتهي في الخامس عشر من سبتمبر المقبل وأضاف وزير زراعة البولندي أنه تم توقع بيان مشترك لخمس دول انهية بولندا وبولغاريا والمغر وسلوفاكيا ورومانيا بشأن تمديد الحظر على وردات الحبوب من أوكرانيا إلى بلادنا حتى نهاية العالم أكدت رابطة صناعة أشباه المواصلات الصينية أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأمريكية لفرض قيود تجارية تهدد عولمة قطاع أشباه المواصلات وتهدد مصالح المستهلكين وقال بيان بعد أن التقى مسؤولون تنفيذيون من شركات رقائق أمريكية مع مسؤولين كبار من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين الماضي لمناقشة سياسة حيال الصين وأضافت الرابطة الصينية في بيان أن أي أضرار يلحق في الوقت الراهن بسلسلة الإمداد العالمية التي تشكلت على مدى العقود الماضية بالتوازي مع عملية العولمة قد يخلق تأثيرا سلبيا على الاقتصاد العالمي لا يمكن تجنبه أو إصلاحه توقعت وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو الطلب العالمي على القهرباء في 2023 بفعل أزمة مستمرة في قطاع الطاقة وتراجع اقتصادي مشاركة إلى تحقيق انتعاش محتمل في العام المقبل يعني الحاجة إلى المزيد من مرافق الطاقة المتجددة وتشير التوقعات إلى تواطئ معدر النمو العالمي لاستهلاك الطاقة إلى أقل قليلا من 2% في 2023 انخفاضا من 2.3% في 2022 الذي شهد أيضا انخفاضا في متوسط سنوات الخمسة السابقة لجياحة كورونا البالغ 2.4% وأظرت بيانات الوكالة للعام 2024 أنها تتوقع أن يرتفع المعدل إلى 3.3% مع تحسن التوقعات الاتصادية أعلن الكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتينس يشارك في قمة مجموعة بريكس التي تنعقد في جنوب أفريقيا في أغسطس عبر الفيديو وقالت جنوب أفريقيا في وقت سابق أن بوتين وفقها على عدم الحضور شخصيا بناء على اتفاق بين الطرفين وتستضيف جنوب أفريقيا قمة لدول مجموعة بريكس الشهر المقبل وهي قمة من المنتظر أن يحضرها جميع رؤساء دول الأعضاء بالمجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا شتد مبعوث المناخ الأمريكي جون كاري على أن أولوياته هي فتح آفاق جديدة في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في ملف المناخ بشأن لأن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به في المستقبل وأشتد ذكري أيضا على أن الولايات المتحدة والصين تتفقان على أنهما بحاجة إلى العمل معا من أجل قب 28 لا يزال كلانا ملتزم بالتنفيذ الكامل للبيان المشترك بين الولايات المتحدة والصين بشأن أزمة المناخ وإعلان جلاسكو المشترك للولايات المتحدة بشأن تعزيز العمل المناخية في عشرينيات القرن الحالي واتفقنا على أننا نريد العمل معا لضمان نتيجة إيجابية من كوب 28 ولا يمكن إغفال أن تعاون الصين والولايات المتحدة أمر بالغ الأهمية لتحقيق أي نتيجة جددت الصين معارضته الشديدة لأي شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان وحثت الخارجية الصينية واشنطن على الالتزام بمبدأ صين واحدة مؤكدة أن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا برفع الولايات المتحدة يدها عن دعم تايوان وحول التوترات في شبه جزيرة كوريا طلبت الخارجية الصينية جميع الأطراف في شبه جزيرة كوريا بالالتزام بالمصار السياسي واعتماد الحوار مبدأ لحل الخلافات حضر الأمين العام الأمم المتحدة أنتوني جواتارش من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين وفي جلسة هي الأولى التي يخصصها مجلس الأمن لبحث مسألة الذكاء الاصطناعي دعى جواتارش الدول الأعضاء إلى وضع ضوابط لإبقاء التقنية تحت السيطرة في جلسة هي الأولى التي يخصصها مجلس الأمن للبحث في مسألة الذكاء الاصطناعي حذر الأمين العام للأم المتحدة أنتونيو جواتارش من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين دعيا الدول الأعضاء إلى وضع ضوابط لإبقاء التقنية تحت السيطرة وقال جوتيريش إنه من الجلي أن الذكاء الاصطناعية سيكون له تاثير على جميع مناح الحياة مضيفا أن الذكاء الاصطناعية التولدية لديه إمكانيات هائلة للخير والشر وأشر الأمين العام إلى أن التقنية قادرة على المساعدة في وضع حد للفقر أو علاج للسرطان لكن قد تكون له عواقب خطيرة جدا على السلام والأمن الدوليين ودع جوتيريش الدول الأعضاء إلى إعداد وثيقة ملزمة قانونيا بحلول عام 2026 لحظر استخدام الأسلحة الذاتية المميتة مشيرا إلى إمكان استخدام الذكاء الاصطناعي في التعرف على أنماط العنف ومراقبة وقف إطلاق النار وتعزيز جهود حفظ السلام والوساطة والجهود الإنسانية لكن الأمين العام للأمم المتحدة قال إن الاستخدامات الضارة لأنظمة الذكاء الاصطناعي لأغراض إرهابية أو إجرامية أو لصالح دولة من الدول يمكن أن تتسبب في مستويات مرعبة من الموت والدمار وتفشي الصدمات والضرر النفسي العميق على نطاق يفوق التصور وشدد جوتيريش على أن التفاعل بين الذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية والتكنولوجيا البيولوجية والتكنولوجيا العصبية والتكنولوجيا الروبوتات هو أمر مقلق للغاية مجددا التأكيد على دعمه إنشاء كيان أممي لمؤازرة جهود حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو منظمة الطيران المدني الدولي تتواصل لفعاليات مهرجان العالمين الجديدة حتى 26 من أغسطس المقبل تحت عنوان العالم عالمين تستمر فعاليات المهرجان على مدار 45 يوما تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من مليون زائر من مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان التي تتنوع ما بين الفعاليات الرياضية والمصابقات الترفيهية إضافة إلى حفالات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم وحول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وأهم فعالياته معنا من هناك مرسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود حدثنا عن فعاليات اليوم والفترة المقبلة أهلا بك صحر وأهلا بك محمد وبكل أستاذ المشاهدين أرحب بكم مجددا من هذه المدينة الساحرة الجميلة من مدينة العالمين الجديدة حيث نتابع معكم كل الفعاليات الخاصة بمهرجان العالمين الجديدة في دورته الأولى نتحدث عن مرور سبعة أيام والأسبوع الأول من مهرجان العالمين الجديدة كان أسبوع قوي بالفعاليات وحضور أيضا الزائرين واستعداد كل المناطق المختلفة التي تستقبل الفعاليات كنا قد تحدثنا عن المنطقة الترفيهية التي استضافت الفعاليات الأولى للمهرجان وأيضا الانتهاء من المنطقة الأخرى التي ستستضيف حفل الفنان تامر حسني في 21 من يوليو الجاري لكن نتواجد تحديدا في هذه الخدمة الإخبارية في منطقة من أهم المناطق التي ستستضيف فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وهو كورنيش البحيرات أو البحيرات الصناعية الموجودة على الممشى السياحي في مدينة العالمين الجديدة نتحدث عن هذه البحيرات أن مدينة العالمين فيها بحيرتان هامتان هذه البحيرتان بحيرة شرقية وبحيرة غربية البحيرة التي نتواجد بها الهان ومن خلفه هي البحيرة الشرقية التي توجد على مساحة 350 فدان وبها بعض البواغيذ التي تستقبل مياه البحر مباشرة في هذه البحيرات بها مياه البحر المتوسط عن طريق هذه البواغيذ وهذا الممشى السياحي الموجود أيضا في هذه البحيرة هو بطول 10 كيلو مترات كمرحلة أولى يقدم كل الخدمات الترفيهية للزائرين والمواطنين به أعمال الخضراء وبه أيضا الأشجار وبه منطقة ترفيهية أو مركز خدمي ترفيه هذا المركز يتم العمل على إنشاءه والانتهاء منه ليضم بعض العلامات التجارية أيضا لتقديم كل خدمتها للزائرين الفعليات التي ستستضيفها هذه البحيرة هي بعض الفعليات الرياضية وتحديدا بطولة الترايثون والسباق الثلاثي الخاص بجزء السباحة والدرجات والجري الجزء السباحة هو الذي سيكون في هذه البحيرة وأيضا ستستضيف هذه البطولة وستستضيف أيضا بطولة التجديف مع العلم أن هذه البحيرة ومدينة العالمين استضافت بطولة التجديف الدولية في أكتوبر الماضي بحضور رئيس الاتحاد الدولي هذه البحيرة تتميز بوجودها وسط الأبراج العالمين الجميلة بالطراز المعماري الجميل وبالارتفاع الذي يبعد عن سطح البحر بارتفاع مئة متر وبأربعين طابق لكل برج فنتحدث عن وجود هذه البحيرة في مكان جميل يستطيع الزائر الذي سيأتي في مهرجان العالمين الجديدة أن يتمتع بكل الكتمة الترفيهية هناك أيضا مصار للدرجات ومصار للمرة والزائرين للسير على الأقدام فبالتالي استعدت هذه البحيرة وأنهت استعداداتها لاستقبال بطولة التريثون السباق الثلاثي وأيضا تتميز بأنها تأتي أو هذا الممشى يأتي بالتوازي مع الممشى السياحي المطل مباشرة على ساحل البحر المتوسط الذي يمتد بطول 14 كيلومتر نعم سنتوصل معك في خدمتنا الإخبارية القادمة للمزيد عن هذه البطولات حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة محمود جميل كنت معنا شكرا جزيلا لأبك سمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زاكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوة السياسية وينتهز مجلس أمناء الحوار هذه الفرصة ليتقدم إلى رئيس السيسي بالشكر والتقدير على هذه القرارات سواء في مضمونها أو في توقيتها والتي تؤكد مجددا ودائما على الثقة الكاملة في حرص الرئيس على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل ويتطلع مجلس الأمناء إلى استمرار هذه الأجواء الإيجابية باستمرار نظر الرئيس السيسي في إصدار مزيد من هذه القرارات المماثلة التي تؤكد المضية نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة وراسخة توجهت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخلص الشكر والتقدير للرئيس السيسي لإصداره قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية أبرزهم الباحث باتريك زاكي والمحامي محمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية وتثمن تنصيقية شباب الأحزاب موقف الرئيس السيسي الذي يؤكد حرصه الدائم على وحدة الصف المصري دون النظر لأي اقتلافات أيدولوجية أو سياسية ويعد صدر القرار الرئاسي رسالة من القيادة السياسية بدعمها الكامل لفتح قنوات الحوار الصادق والفاعل مع كافة القوى السياسية وتلبية المطالب المشروعة للقوى السياسية استقبلت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب وعضو اللجنة الوطنية للتحكيم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية رشا راغب منصق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية السفير هشام بدر ومجموعة عمل المبادرة وقع ذلك خلال اللقاء نظمته الأكاديمية لخريجها بمقرها وعبر منصتها الرقمية ومن جنيب أشهد السفير هشام بدر بالجهود والأدوار التي تقوم بها الأكاديمية مضيفا أن الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كانت من أنجح المبادرات المشاركة في قمة المناخ كاب 27 والتي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ وصلت الفريق المتلقلة ضمن مبادرة مائة يوم صحة عملها في مختلف مناطق محافظة دمياط وخاصة المناطق التي تشهد تجمعات للمواطنين حيث انتقل فريق من مدرية الصحة إلى المدينة الآمنة للسيدات للكشف على عضوات المجلس القومي للمرأة بدمياط وشهدت القافلة إجراءة تحاليل الضغط والسكر والكشف المبكر عن أورام أفادي وقياس الدهون الثلاثية مع تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كما تم تنظيم ندوة عن سوء التغذية وأهمية الرضاعة الطبيعية والتوعية الصحية وتفطيف السيدات بأهمية الفحص الذاتي وقياس السكر العشوائي والضغط النهاردة في تعاون مسمر ما بين المجلس القومي للمرأة ومدرية الصحة بدمياط طبعا مبادرة 100 يوم صحة بتجوب كرة ومدن محافظة دمياط احنا استغلينا فرصة مدن صديقة للنساء وروادها والسيدات اللي بترددوا عليها ان احنا في ظل اهتمام المجلس القومي للمرأة بصحة المرأة ان احنا نتطمن على صحتهم عن طريق التعاون ده ما بين الدكاترة اللي جم وشرفونا النهاردة في المجلس هنا في المدينة الصديقة للنساء وان احنا نتطمن على السيدات من الخدمات المجانية بالكامل اللي بتقدمها المدرية في حملة 100 يوم صحة الحملة بتقوم على عدة مبادرات قريدي موجودة في الوحدات المبادرات زي اعتلال الكلوي كشف والتنقنان على صحة المرأة والامراض السرطانية بلاس الكمال اللي فيه الكشف عن الامراض الوراثية والكشف عن ضعف السمع للاطفال والفحص المقبلين على الزواج بالاضافة الى الخدمات الموجودة في القوافل العلاجية والخدمات الوقائية والخدمات التطعيمات الحمد لله يعني اتطمنت على نفسي ومعاملتهم حلوة جدا جدا وبيتابعهم واللي بيحتاج تحول بيحولوها على المستشفى واللي ما بيحتاجش بيعرفوه بيطمنوه على نفسي يعني الحمد لله اتطمنت على نفسي جيت هنا في المدينة الامنة للنساء اصولي ضغط وسكر عشوائي وكله والدولي كانت في الاخر فيه كل التفاصيل والحمد لله اتطمنت على نفسي وكل حاجة ماشية تمام ومزبوط عرفت عن طريق الفيسبوك كنت فيه موضرب 100 مليون صحة طبعا لرئيس الجمهورية فجيت بالفعل وجيت وكشفته اتطمنت على نفسي استل السكر والضغط والكله والمعاملة كويسة جدا والحمد لله اتطمنت على نفسي واصلت المدرية الصحة في بنسويف تقديم الخدمات للمواطنين ضمن مبادرة 100 يوم صحة بمشاركة 125 مركزا ثابتا ومتحركا بكافة انحاء مركز وقرى المحافظة وتضم المبادرة فرقة طبية متكاملة وعيادات طبية متنقلة للكشف على الامراض وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية مجانا للمواطنين يأتي هذا في اطار الخطة القومية للمبادرات الرئاسية التي تستهدف الوصول للمواطنين في اماكن التجمعات تستمر مديرية الصحة في بنسويف القيام بأعمال مبادرة 100 يوم صحة والتي انطلقت يوم 25-26-23 من خلال 125 مركز ثابت ومتحرك داخل مدن وقرى المحافظة المبادرة تشمل قطاع العلاجي والقطاع الوقائي انطلقت فعليات أعمال كشف الطبيعي على العاملين بمقر مجلس العمد والمشايخ بمطروح وذلك في المبادرات الرئاسية 100 يوم صحة وتهدف المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة إلى توسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة حيث يتم تقديم خدمات المبادرة الكشف المبكر على الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة وزيادة الوزن والاعتلال الكلوي وكذلك خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالساحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية المبادرة الرئاسية المبادرة الرئاسية تستهدف صحة المواطنين المصريين المبادرة بدأ من شهر يوليو حتى 1 أكتوبر إن شاء الله فربنا إن شاء الله يدوم المبادرة الرئاسية دي برضو مفيدة للناس لأنها مبادرة من المجانن وأي لا أقدر لأي أحد عند أمراض برضو ممكن يتحول للمستشفيات ونتمنى المزيد مننا بنقدم الخدمة في محافظة مطروح من خلال فرق سابتة وفرق متحركة ما يقرب من 24 فريق سابت و18 فريق متحرك بنرجو بيهم مختلف الكرة والمراكز والنهوع والتجمعات السكرية محافظة مطروح لتقديم الخدمات التوبية وخدمات المبادرات لجميع الأشخاص والأفراد وهنا تحول الآن إلى شأن الاقتصادي في هذه النشرة شروق والتفاصيل شكرا لكم يا صحر ومحمد وننتقل من أغبار السياسة لجولة في أهم أغبار الاقتصاد محليا وعالميا شهد وزير الفترول طارق الملة جلسة الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية العاملة في تعدين الذهب في مصر وأقيمت بعنوان إطلاق الإمكانيات الاستثمارية لقطاع التعدين في مصر وأضمت رؤساء ومسؤول شركات أجنبية وخلال الجلسة أكد رؤساء ومسؤول الشركات أن مصر وفرت مميزات وحوافز جديدة للاستثمار في قطاع التعدين تواكب الصناعة العالمية من حيث البنية التحتية الحديثة والمتطورة والتوسع في شبكات الطرق والمرافق والتعديلات في القوانين ونظم الترخيص لتشجيع الاستثمار وتيسير إجراءات علاوة على ذلك أيضا وجود كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على تحقيق أهداف مشروعات التعدين هذا واختتمت فعاليات منتظى مصر للتعدين في نسخته الثانية بمشاركة الوزراء ورؤساء كبريات شركات التعدين العالمية والمحلية والمستثمرين والخبراء والحقيقة أننا كمان وجدنا مشاركة من أفريقيا وبالإضافة لذلك طبعا من دولنا الشقيقة العربية والخالجية وأفريقيا فالحقيقة كان معنا وزراء على كل المستويات معالي الوزير السعودي ومجموعة من الوزراء من أفريقيا وفي نفس الوقت تمثيل كبير من بعض الدول التي أرسلت أفود برئاسة نواب الوزراء على مدار يومين جاء المنتدى والمعرض تحت شعار نحو الاستفادة من 120 عاما من الاكتشافات الجيولوجية من أجل مستقبل مستدام وخال من القربون باستضافة 50 عارضا و34 من رعاة الحدث يمثلون مختلف القطاعات بإمداد التعدين شايف الفورم ده ناجح جدا كمية الناس اللي موجودة اندل على شيء بيدل على قد إيه إن العالم كله يعني عمل اهتمام كبير قوي بمصر وصراءات معدنية بتاعة مصر بصراحة التنظيم كان رائع كل حاجة مصبوطة بصراحة يكتسب المؤتمر أهمية كبيرة لعرض البرنامج والرؤية الاستراتيجية لتطوير قطاع التعدين وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية ليصبح رافدا مهما من روافد الدخل القومية أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن حركة الملاحة بالقناة تشهد اليوم عبور 72 سفينة من اتجاهين بإجمالية حمولات صافية قدرها 4.9 مليون تون كما أعلن الفريق ربيع لانتهاء من تنفيذ 94% من إجمالية أعمال التكريك بمشروع التوسيع والتعميق الجاري تنفيذه من الكيلو متر 132 إلى الكيلو متر 162 ترقيم قناة ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي حيث تمت إزالة 17 مليون متر مكعب من الرمال المشبع بالمياه وأوضح رئيس الهيئة أن نسبة الإنجاز بالجذء الثاني من المشروع بموقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى من الكيلو متر 122 إلى الكيلو متر 132 ترقيم قناة قد بلغت 53.5% بإجمال كميات تكرير قدرها 33 مليون متر مكعب من الربال المشبع بالمياه صلت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير منظمة مبادرات التنمية حول المساعدات الإنسانية العالمية الذي أكدت فيه زيادة الطلب على المساعدات الإنسانية عالميا خلال العام الماضي 2022 بصورة أكبر من أي وقت مضى مضيفة أن العام الماضي شهد بالفعل استجابة استثنائية دولية من المانحين نتيجة لزيادة عدد الأشخاص المحتاجين وأشار التقرير إلى أن وجود عدد متزايد ومتفاق من الأزمات المعقدة طويلة الأمد يضغط بشكل كبير على النظام الإنساني الدولي للاستجابة وتقديم المساعدة الإنسانية ومن بين هذه الأزمات الأزمة الروسية الأوكرانية وتفاقم الصراع في السودان وتغير المناخ والزلازل المدمرة في تركيا وسوريا وغيرها وفي أسواق البترول العالمية سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات حيث تأثرت الأسواق بمخاوف الطلب في الولايات المتحدة في مواجهة تعاهد الصين بدعم النمو الاقتصادي وارتفع خام برينت بنسبة 88 من 100% إلى 80 دولار و33 سنة للبرميل بينما زاد غرب تكسس الوسيط الأمريكي بنسبة 67 من 100% إلى 76 دولار و26 سنة للبرميل كما صعدت أيضا أسعار المزودة عالميا بنسبة 41 من 100% لتصل إلى 62 من 100 دولار للتر هذا وتراجعت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 95 من 100% لتسجل 2.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تراجعت أيضا العملة السورية لأدنى مستوياتها في السوق الموازية حيث تم تداولها عند أكثر من 11 ألف ليرة مقابل الدولار وفقا لتطبيقات على الإنترنت تستخدم لتتبع القيمة وخفض المنك المركزي السعر الرسمي لسحب التحولات النقدية بالعملة الأجنبية إلى 9900 ليرة للدولار ويمثل هذا انهيارا كبيرا قياسيا منذ بداية العام عندما كان السعر في السوق الموازية يحوم حول 6500 ليرة وكان سعر سحب التحويل 4520 ليرة للدرار وأدى الانهيار الناتج عن ذلك في قيمة الليرة إلى ارتفاع أسعار الصلاع انتهت جولتنا الاقتصادية لنشرة السادسة وعودة من جديد إليكم وصحر ومحمد شكرا لك شروق عمد وبهذا نصل لكم لختم هذه النشرة ولا تبقى ننسي والتذكرة بأبرز العنوان الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة محليا بسبب الارتفاع الكبير في الدراجات الحرارة رئيس الوزراء يؤكد استمرار الحكومة في تخفيف أحمل القهرباء حتى منتصف الأسبوع المقبل كيف تتهم موسكو بتعمد استهداف مواقع تصدير الحبوب الأوكرانية وألمانيا تدعو لإيجاد طرق بديلة وبهذه العنوان انتهت نشرة السادسة إلى اللقاء اشتركوا في القناة 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 شكرا